نحن في موارد التخنقراض رحنا في صندوق النادي يقولك إن الشفافية والحوار المجتمعي جزء مهم في عملية الإقراض فإحنا تشطرنا كانوا هيعملوا من سنة 20 كانوا هيعملوا أو 3 سنة كان عندهم اجتماع علشان يحددوا بتاع 2022 يحددوا يخردوا مصر الله برعتنا ناس اللي على المبنى خبطوا على الباب يعني السكيرتي الصندوق إنه لأنهم ممكن ندخلك إذا ما انت بتقولي الشفافية وبتقول إنه عايز حوار مجتمعي ما هم هم مصريين اللي راح له راح له مصريين ما راح لهش خواجات ملا حتى مزدوق الجنسية نعملنا 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 قال لك إحنا مقدرش نديك أرقام ولا الكلام منها لأن الطرف التالي رافي وانتهت العملية إنهم جابوا الموليس علينا إن إحنا مصرين إن إحنا نخش ونعرف يعني اللي هو قيل كده في الكلام بتاعه يعني في في النواقع بتاعك بيقولوا الكلام وفي النهاية انت أجري البوليس عشان ما يدخناش فإنت في لما في نادي بوليس والحاجات دي فهيعمل نفس الحاجات لحد فترة لحد فترة يا أول ما جيت جون فيليب بيسأل حضرتك ليه انتخبت ترامب أنا انتخبت ترامب؟ لا أنا أنت ما تعرفنيش أنا بنتخب في أمريكا بنتخب اللي أنا عايز أنتخبه أنا أنا كنت أعضي في الحزب الدكتوراتي اشتقلت منه لما بايدن راح مصر وحطي يده على عن كيف راجب للتراسط اللي تصورت إنه ده يدينه دافع يعني ف ما 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 صورتش لترامب أنا صورت أنا عملت حاجة اسمها غير ملتزم غير ملتزم غير ملتزم غير ملتزم ودي كان كلام اللي هو المجموعة بتاع ميشيغان عملوه فأنا عملت يعني لقدت ده صوت ولا أقدت ده صوت إنما إنما أقدت صوتي لناس يعني هنا واحد اسمه كريس مل فيه إن كان ده عندي ده عندي طبعا ديت ليه أنا أقدر وصديك الحقيقة أنا أحبه إديت طبعا اسمه وديت أسام الناس ثانية أنا عارفها إنما في نسبة للرئاسة لا نكن منتزم هي الملتزمة طيب سؤال من عدل محمد هل فيه أمل في إصلاح اقتصاد مصر ولا لا في الوقت الحالي لا فيه أمل لو حصل تغيير لا في النظام الحالي في النظام الحالي ما أنت شايف يعني حد ييجي كله أنا عندي إصلاح اقتصادي لما ييجي صندوق الناد وحط عليك درائب وحط عليك تعوين وحط عليك درائب هل ده إصلاح اقتصاد مصر؟ إصلاح اقتصاد مصر؟ إصلاح اقتصاد مصر؟ ده هو بجمع الفلوس عشان يقبل تاني وعابين ينقرفون تلتة شهوء تلتة سابيع بيتصاعدوا على نفس العملية ده مش إصلاح اقتصاد مصر إنما لو لو في تغيير بكلال شهر مصر إيهيب عندها الموالي تسمح لها أن تعيش دماغ لماذا؟ في خلال شهر ممكن مصر عندها أموال بتعيش قويس؟ إنت هتعمل بقى إنت هتعمل وحدة ميزانية إنت هتعمل وحدة ميزانية إنت هتعمل وحدة ميزانية الإقتصاد المصري ممززًا كل واحد عمل نفسه إمبراطورية ويأخذ الفلوس من الأصل ومتروحش للميزانية وقف داوت قولي لا الدول بتستعمل على ميزانية واحدة أنا عايد أجمع الإرادات وحطاهن بسيخد بالك النظام مشي عشان أقدر عملي هتبقى عملية صحبة إنما هتبقى عملية صحبة